إذا كانت تلك براءتها وهذا أسلوبها، فكيف نجحت هذه المذيعة في فرض سيطرتها على التلفزيون الإيطالية؟ وكيف أجبرت الأوروبيين على قبولها على شاشة التلفزيون وقررت أن تكاشفهم بالحقيقة الغائبة؟ برغم هدوئها الشديد وبراءة سحنتها، إلا أن لها قدرات خاصة نجحت بها في الوصول إلى شاشة التلفزيون الإيطالية حتى أصبحت واحدة من نجمات الأعلام الأوروبية في سن مبكرة وتعود أسباب وصول تسنيم سالم إلى بداية تنشئتها الأولى، فقد درست العلوم السياسية في جامعة روما بينما كان والدها الشيخ سالم، الذي كان يعمل إمام مسجد في العاصمة الإيطالية حيث ساهمت تنشئتها الدينية في الحصول على قدر وافر من الثقافة مكنها من الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق أخبار الساعة بدأت فكرة ظهور تسنيم سالم إعلاميا بترويج مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينما بدأت تردها أسئلة غريبة بشأن صورة الدين التي لم تكن واضحة لدى كثير من الإيطاليين وحينها قررت تسنيم سالم الرد بطريقة تلائم طبيعة المجتمع الأوروبية وحققت تلك المقاطع رواجا كبيرا في إيطاليا تانضمت لفريق العمل في التلفزيون الإيطالي لتكون أول مذيعة محجبة تظهر على شاشته بل وكانت المفاجأة أنها قدمت برنامجا لتعريف بالثقافة العربية والإسلامية لاحقا أصبح تسنيم سالم واحدة من نجمات أوروبا أمام عدسات الإعلام الإيطالية حيث تم تركيز عليها بوصفها أول مذيعة محجبة تعمل في التلفزيون الإيطالية ولم يكن عمل تسنيم في مجال التقديم التلفزيوني العمل الوحيد المعروض عليها في روما فقد جذبت إطلالتها أكبر شركات الأزياء العالمية وطلقت منها عروضا أشد تأثيرا من أكبر المركات المتخصصة التي طلبت منها العمل في مجال الإعلانات وتحقيق ما تريد من الأرباح على أن تتخصص في الإعلان عن ملابس المحجبات وهكذا تحولت تسنيم إلى سفيرة لبلادها ودينها أمام المهاجرين العرب المقيمين في إيطاليا الذين لطالما اعتبروها أيقونة النجاح حيث حصلت على الجنسية الإيطالية وتواصل دراستها في جامعة روما تسنيم كشفت أسرار نجاحها السريع وتركيز على المحتوى الهادف أثناء ظهورها على المنصات الإلكترونية وقدمت العديد من الحلقات على تطبيق تيك توك ألا تشعرين أن دينك يمثل مصدر ضغط عليك بارتدائك قطعة قماش على الرأس؟ كان ذلك هو السؤال المتكرر من الإيطاليين في الرسائل الواردة إلى تسنيم سالم الذي كانت إجابته نقطة انطلاقتها حيث نجحت في الرد على المجتمع الأوروبي ليس فقط من خلال المنصات الإلكترونية ولكن على شاشة التلفزيون موسيقى